في ظل تصاعد الأزمة المالية في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار شهد محيط السراي الحكومي في بيروت معجهة بين متظاهرين من بينهم عسكريون متقاعدون وقوات الأمن التي تصدت لمحاولات اقتحام مقر الحكومة دون حلول عملية انتهت تظاهرة العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح في بيروت هذه التظاهرة التي تخلى لها اشتباكات مع القوى الأمنية بعد محاولة عدد منهم الاقتراب من السراي الحكومي وإزالة السياج الشائك لإصار رسالة للحكومة بضرورة تنفيذ وعودها طبعا الحكومة كانت وعدت العسكريين المتقاعدين بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم خصوصا مع استمرار انهيار الليرة اللبنانية لكنها كلها بقيت وعود دون تنفيذ العسكريون المتقاعدون يقولون انهم سيعودون للشارع في حال لم تحقق هذه المرة الحكومة المطالب الكثيرة التي وعدوا بها منذ سنوات من أمام السراي الحكومي في بيروت محطة الشرق